يعني بالرغم من أنه لدينا استحقاق قومي واستحقاق انتخابي وتحديدا الجبهة التركمانية قدرة تتحصل مئات الآلاف من الأصوات بالمقابل هناك مكونات سياسية تولت الوزارات والنيابة ورئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء لكن لاحظنا هناك إقصاء متعمت لدور وتحجيم دور الجبهة التركمانية تحديدا في العملية السياسية وهذا طبعا نحن نحس بأنه مبرمجة مخططة لها بالمقابل هناك مثلا رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني الكردستاني هناك مثلا مرشح وزارة العدل أيضا من الاتحاد الوطني الكردستاني مثلا وزير المالية من الديمقراطة الكردستاني هذه مناطقنا بحاجة إلى وزير سياسي ليش؟ لأنه القضايا السياسية التي ستبحث في مزلس الوزراء بما فيه قضية ال140 ومستقبل الكردستاني وهو المناطق المتنازع عليها هذا ما يراد لواحد يكون مستقل لازم يكون إلى خلفية سياسية بالمقابل لأن المكونات السياسية الأخرى أيضا أحزاب سياسية لكن يبدو أن هناك طرف معين في بغداد مو الأخوة الكرد لا بالعكس الأخوة الكرد داعمين إلنا في هذا المجال يعني يطلبون أنه يكون حتى وإن كان تركماني يريدون يكون تركماني كارتوني يعني ما يمثل حقيقة السياسي التركماني بحيث يكتر يناقش يعمل أكو أطراف يبدو أنها متعمدة في إقصاء قيادة الجبهة التركمانية والقيادة السياسية مع العلم نحن حاصلين على أصوات يعني ما جاي اعتباطا هذه أهم من مشاكل الموجودة حاليا بالنسبة لنيابة رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية أيضا بودة أن يكون إلى نائبين لرئيس الجمهورية أو ثلاثة أو واحد يعني من الأفضل أنه يكون التركماني ممثل في رئاسة الجمهورية إذا ما موجودين في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الوزراء وفي رئاسة مزلس النواب هذا ما معناه أكو سبب وراء هذا الإقصاء المتعمدة يعني برأيك الأسباب هي واضحة ومخفية لحد الآن؟ لا الأسباب لحد الآن بالنسبة لنا قسم منها مخفية قسم منها أطراف سياسية تركمانية ما وصلت إلى العتبة الانتخابية وخسروا بالانتخابات لكن يريدون أيضا يأزمون الوضع يعني يذهبون إلى الكتل السياسية ويطلبون الاستحقاق التركماني طيب أنت ما فايز بالانتخابات أصلا شلون أنت ما تأخذ ليش ما تخلي الجهة السياسية اللي وصلت للانتخابات مفروض تخليها هذي مثلك بعدين إحنا ما نمثل كاركوك إحنا نواب تركمان أنا أولا نائب عراقي في نفس الوقت أنا أطالب بحق التركمان في الموصل في تلعفر عدنا مئات الآلاف بعدهم مراجعين عدنا تلعفر بحاجة إلى إعمار الموصل بحاجة إلى إعمار عدنا تقريبا يعني عدد كافي من النواب رشحنا أيضا من الموصل ومن تلعفر عدنا قضايا في طوس خرماتو عدنا في ديالة في بغداد يعني إحنا دورنا الجبهة التركمانية ما يمثل محافظة معينة لا بالعكس أنا عندي الأولويات الإطار الوطني وبعدين يجي للإطار القومي للمكون مالي طيب اليوم برأيك المحاصصة موجودة لحد الآن في حكومة سعبد المهدي أم لا؟ لا طبعا موجودة يعني إذا يقولون ما موجود أنه الحزب الفلاني ما أنطى ولازم نجيب تكنوكرات لا بالعكس كل الوزراء اللي يجوي أيضا مرسلين من قبل الكتل السياسية لكن بغطاء آخر لكن هناك بعض الأحزاب السياسية لا أرسلت ممثليه السياسيين للإدارة للكابينة لذلك إحنا أيضا من طرفنا ليش نطلب يكون تمثيل سياسي لأننا نعلم هناك قضايا سياسية راح تبحث في مزلس الوزراء فيجب يكون دور بها اليوم أود أن تتكلم بمطالبة وعاد حاوة توجهها لجهة معينة أنا طالب السيد أولا الأخ هاد العامري وسماحة السيد مقتدى الصدر والأخ عمار الحكيم أنه هم يعرفون معاناة التركمان بالعراق التمثيل السياسي في صرح رئاسة الجمهورية ضروري وأقول للأخ هاد العامري تحديدا لأنه القضية تقريبا يم أكثر شي أنه يجب أن يساعدنا في هذا المجل وتحديدا نحن لازم يخلونا نتقوى في المناطق الكركوب والمناطق المختلطة توجهنا نحن توجه وطني ما عندنا فكرة انفصالية وعندي أيضا إلى السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابينتك لازم تكون مكوناتية وفي نفس الوقت لازم يكون لك جهة سياسية تدعمك في كابينتك بدون وجود سياسي بالنسبة للمكونات أنا باعتقادي ما رح نقدر نصل إلى نتيجة فأتمنى أن هذه الرسائل عن طريقكم توصل إن شاء الله